كل الأشياء اللي موجودة الآن للأطفال ترى وصولها قصص كلها كلها وصولها قصة إيش تبت جب لي شيء ما كان قصة مارفلتز كلها قصص أصلا ما في مكتبة عندها في مدارس ومدارس حكومية ما في مكتبة أبدا يعني خسارة يعني أيها التربية الجمالية يمكن أو أنا أشوفها تؤثر حتى على أخلاق الإنسان هذا البودكاست برعاية حكينا وهي شركة اجتماعية تسعى لنشر الثقافة لدى الأطفال عبر بناء بيئة معتمدة على التلعيب والابتكار عالم القصص عالم فري واسع جدا يأخذنا نحو جماليات أدب الأطفال واليافعين ومعاني العميقة نتجول بين ثنائي الحكايات وندرس أثرها على أطفالنا في هذا البودكاست وهذه الحلقة سنحكي أدب الأطفال قبل أن يحكى لهم مع عرابة القصص وكاتبة قصص الأطفال وصاحبة دار نشر أروح عربية دكتورة أروح خميس متابعة ممتعة أياك دكتورة أروح أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم في بودكاست طفولة أريد أن أرجع للوراء أروح صغيرة أروح طفلة ترى مر للوراء مر كثير ما أكبرك أنا خلينا للوراء أهلا بس حبة أحدة ماذا تتعرف بدايتها في القراءة كيف كانت تقرأ لماذا ترى سالسا تقرأ تصدق أني لا أتذكر المئة بداية أقرأ لأنه يعني اللي أتذكره أنه ماما كانت تقرأ لي وأتذكر القصص يعني اللي كانت تقرأ لي ماما إذا تتذكر الكتب حق تليدي بيرد هذه القصص الأطفال اللي كانت موجودة في ذاك الزمن اللي هي كل القصص الكلاسيكية حق تقريمز براثر سندريلا وسنوائف ومغرف دول الأشياء كلها أيو أيو فهذه كانت البدايات يمكن لما كبرت شوية كانت كان بابا يجيب كتب مرة كتير كتب أطفالي يعني أتذكر طبعا الجزيرة الخضراء هي اسمها السلسلة أظن وكان مجلة ماجد طبعا أستناها كلها من هنا بدأت القراءة كنت أحس أنه ديك الفترة إحنا كنا عايشين في الخبر في الشرقية فما كانت العيلة موجودة يعني ما كانت الزحمة أنا كني كنت عايشة الحالي يعني ما الجيران أوكي بس كل أحد مشغولي يعني بأهله إحنا كنا ما يعني في أوقات طويلة فاضية بنقضيها وأنا أكبر واحدة من أخواني فيعني لسه كلهم صغار فعشان كده أتذكر أنه في ديك الفترة أو في طفولتي حقية لو تسألني مين الصديق أقول لك الكتاب يمكن عشان الظروف ما أدري بس يعني كانت ظروف جيدة عرفتني بصديق خضل معي طول الحياة أوكي تمام بما أنه تكلمني على الصديق والصديق هو طبعا القصص و كتب القراءة للأطفال غالبا ما تكون قصص ومصورة ورسومات كيف تعرفي القصة؟ قصة الأطفال؟ نعم شوف أنا ما أبغى أدخل في يعني إنه إش معايير قصة الأطفال والفرق بينها وبين قصص الكبار لأنه لو ترجع القصة الكبار والأطفال أصلا يعني القرآن مليان قصص وخذ القصص دي وأقرأ أهد الأطفال ترى يعني من أجمل القصص اللي قرأوها الأطفال القصص الأنبياء لأنه فيها كل معايير القصة فيها فيها يعني الحماس فيها الفكرة الجديدة فيها البطولات كل شيء كل شيء ممكن يعني يشدى الطفل وكمان القصة ما هي للأطفال فقط إذا أنت ترجع كمان يعني شيء تاني القصص الشعبية القصة الشعبية أصلا ما هي للأطفال القصة الشعبية كانت لكل أفراد المجتمع لكل الأعمار كانت هي شيء يشتجمعوا علي الناس هو شيء يعبر بي الناس بطريقة أو بأخرى القصة تعبر عن معايير المجتمع عن الأشياء اللي بوصلوا لها المجتمع عن مشاكل في المجتمع وطريقة تحلها بطريقة غير مباشرة عن هموم المجتمع عن صوت المجتمع يعني القصة حقيقي هي صوت حقيقي يحكس المجتمع أنا عشان كده يعني مثلا إحنا نرجع تاني للقصص اللي إحنا نسميها قصة ديزني هي ما قصص ديزني هي قصص شعبية في ألمانيا وفي أوروبا عموما بعدين جوت ديزني بشطارتهم عملوها كلها قصص يعني وخلاص وانتشرت في العالم كله ولاحظ ممكن بين الأطفال لكنها لو تقرأنا لأنني قرأت النصوص الأصلية إيما هل الأطفال يعني ما هي مكتوبة إنها للأطفال وتعلم مثلا الأخلاقيات الحسنة بشكل مباشر وماني بغى نخوف الطفل قصص مليانة أشياء ورعب ويعني دراما إنسانية فهي مهل الأطفال هي لجميع أفراد المجتمع وهذا اللي بيحصل حتى في القصص الشعبية العربية يعني ما بتكون موجهة لشخص معين يعني أنا أتذكر واحدة من الناس اللي كانوا يحكوني القصص من زمان هنا في جدة لما كنا نجي جدة كنا نروح بيت خالة وبابا كانت في البلد في البلدة القديمة يعني في حرثة المظلوم بعدين في حرثة المظلوم وكدأ الإنشداه وأبغى أسمع والله العظيم أكتر من أي فيلم يعني أتفرجت وأنا صغيرة فالقصة دائما لها تأثير ولو ما كان لها دات تأثير الإنساني ما كان القرآن مليان من قصص مختلفة يعني ممتاز الآن عندي بنت صغيرة امتنان ثانا وتماني شهور ما شاء الله صراحة ما شاء الله مني عمرها أربعة شهور أو ثلاثة شهور واشترينا لها الكتب هذه الملونة الكتب القماشية لكن أنا نفس الشي أنا مع بنتي متنان وبرضو بجيني أسر كثير كونني يعني أشتغل في القطاع هذا كيف أختار كيف أختار الكتب يعني ننزل المعارض نعرض الكتاب في جدة صوار الرياض والأي مكان ناشا الله من جميع الحال العالم العربي بجونة هذا العمر يعني بالنسبة له البورد بوكس اللي أنت تكلمت عليها اللي هي القصة كأنها لعبة فعادي تكون قماشا عادي لو تشقت عادي لو تقطعت عادي هي بتلعب بيها هذا يخلي الكتاب هي تتعرف على فكرة الكتاب وأنه هو جزء من المحيط مو شي غريب عنها بعيد عنها لا هي بتمسكوا بيدها وبيتقلبوا وبيتشوفوا يعني ببساطة يعني البورد بوكس مليانة حتى ما يكون فيها كلمات أحياناً بس صور وألوان واسم مثلاً اسم أشياء معينة بعد كده تبدأ شوية تتعقد تصير أكتر الأم تحكيها تتبسط تضلت عيد وزيد في الحكاية نفسها هتعيد أمل يوم عادي خمسمائة مرة نعيد الكتاب وكل مرة نخلص نحتفل طبعاً وإذا استغل سنة لحين بعد شوية لما تكبر إذا غيت في القصة هتقول لك غنط ويعني لا تغير حكي القصة حكي القصة زي ما هي وإذا غيرت هتزعل وبعدين تسيبها شويتين هي تألف قصة على الرسومات أنا عشان أشوف أشوف أولاد أختي طبعاً أنا أولادي يعني ما كانوا مرة صغيرة أنا ما كنت لسا أألف يعني لكن أشوف أولاد أختي يبسكوا القصة وتقول لي مو معقول بتحكي قصة تانية تماماً غير اللي اتكتبت يعني فحلو هذا الارتباط بين الطفل والكتاب والرسم يعني الفكرة نفسها وهي تجيب فكرة تانية نهاية نجال مرة كبيرة للإبداع والنمو يعني بطريقة أو بوكرة على سيرة امتنان يعني أشوف كيف تعويد الطفل على الكتاب يعني يعني كانت قبل فترة جاءت فترة كان فيه الريموت في الصالة فأول ما تقوم النوم خلاص تأشر التلفزيون الريموت صرنا ندس الريموت ونخلي كتب على الطاول قبل ما ننام في الصالة صارت تيجي تصح الصباح طالع في الكتب الشخص تفك الكتب شوي شوي لازم نبدأ يومنا بكتاب فهذا الشي صراحة يعني هو حلو أنه تبدأ يومها وكمان تنهي يومها يعني شوف أنا ضد حكايت قبل النوم طبعا يعني أنه يعني الكتاب بدل التلفزيون هو هذا الشي وهذا الشي أنا دائما أقول لأبائي يعني أتعاملوا مع شيئا يقدر يسوي الاثنين يقدر يتفرج تلفزيون ويقدر يقرر كتاب يعني عادي يعني بس أنه لازم هذا يكون مقنن وهذا يعني برضو مقنن بالنسبة للكتب هي وسيلة بالذات فدع العمر الصغير هي وسيلة ارتباط بين الطفل واللي يقرأ القصة يعني بين الأم أو الأب يعني من أجمل وأمتع اللحظات ما قبل النوم وإنها تكون خلاص شيء يعني ثابت يوميا يكون حيكون مرة يعني يعني قواليتي تايم بين اللي يقرأ لها القصة وبينها وطبعا القصة رح تفتح وإنت حتشوف كل ما كبرت حتتتغير أسئلتها وتتغير أفكارها ويعني حتفضل تكبر معها وتلاحظ هذا الشيء يوم بعد يوم من خلال القصة والقصة سواء مسكتها ككتاب أو أنت حكيتها هي حتى فالإثنان يعني قصص فحلو أنه يتعرض للشيئين يعني الممتاز كبر الطفل صار عمره سبع سنوات بدأ يقرأ جمال بسيطة هل أنا أروح مع مثلا جرير ولا معرض الكتاب ولا هو يختار ولا أنا أختاره أو بالنص أنا أختار شيء هو يختار شيء الأثنين أحيانا أنا عندما أولادي كانوا صغار أنا أجب لهم كتب أحيانا أشوفها إنها حلوة وهم عجبتهم ممكن ما تعجبهم ممكن أنا أكبر مرة عجبني ترى وما تؤتي خلاص عادي صحيح ينكسر قلبي صحيح عادي وأحيانا هم يعجبهم شيء وأنا أشوف أنه ليس سيئ لكن لماذا أعجبهم أنت لم تكن تقول ليه خلاص تشتري له يعني بالعكس هم يجعلهم يتدربوا أن يذهب المكتبة أصلا فكرة أني أذهب المكتبة واختار شيء بنفسي هذا الحال تشتري أن تكون عمل شيء جيد إذا سويت شيء جيد أخليك تذهب المكتبة إذا سويت شيء معين مثلا وتختار القصة التي تبقاها مجرد أن تقول أنها بطريقة تحمس يحس أنه صحيح أريد أختار الشيء الذي أريد لما يكون صغير لا تبان كأنك تضحك عليه حقيقة تقدم له شيء مختلف أنا أذكر لما كانوا أولاد الصغار ومع أصحابهم أمهات صحباتهم كلهم صحباتي فكنا نحرص أنه في الحفلات الصغيرة التي نسوي لهم هي حفلة نجاح أعياد ميلاد دائما الهدايا تكون قصص دائما يكون في واحدة من الأكتفيتز التي يسويها في الحفلة أنه يالله تعالوا جاء وقت القصة نقرأ القصة الجماعية يعني ففي مرة واحدة من الأمهات كان أظن حفلة بنتها وهي قد مناتي وهم صغار صحبات فقلت لها الهدية كانت أني أنا كتبت لبنتها قصة فقلت لها أقدم لك هدية مرة رهيبة وماتت خير قصة كانت بإسمها وقعدت ومع الأولاد كلهم وقرأت لهم ونسى هناك كتاب أصلا فكانت بالنسبة لها الهدية الأرهب لأنه هناك طرق كتير الأم والأب يقدروا يدخلوا عالم القصص من غير ما أجيب القصة وقوله أقعد أقراها وكذا لا من عالم الطفل ألعابه وحياته ووقاته السعيدة كذا طيب صار يافع صار مراهق هل سيبقى الوضع كما هو أم لا سيختلف في اختيار القصة يعني هذا شوية موضوع صحب خاصة خاصة إذا كان الولد عنده لغة لأنه بالصريح أقولها لغة إنجليزية كتب اليافعين عندنا مرة قليل وخياراتها مرة قليل يعني أنا أكتب كتب يافعين بس أنا كتبي يمكن تميل أكتر للبنات كتب الأولاد يعني ما قد كتبت صراحة قصة للأولاد ما أدري ما هي سهلة علي كده يعني طبعا سيروحوا يعني لغة كويسة سيلاقي يعني عالم لا ينتهي بالذات موضوع القصص اللي صارت أفلام القصص اللي يعني أنت ما تقدر تتعامل مع القصة أنها نص أدبي فقط ما هو هذا النص سار فيلم ما هو هذا الفيلم ممكن يكون مسرحية ما هو سار بطل ما هو سار شيء جزء من حياة الطفل من البلاي ستيشن حقه من الألعاب حقته كده يعني وهم مو الأشياء يعني ما فيه أشياء عربية قد سارت كده بس يعني الأشياء في العالم فبالنسبالي أنا كان يعني بناتي وكانت المكتبة بالنسبة لهم شيء أساسي والله العظيم الاثنين فرق بينهم سنتين ما ينفع أشتري مجموعة وأن هذه تقرأ وهذه تقرأها لا لازم كل واحدة تشل نفس المجموعة طب أختك عندها تقول لك هذه كتبي وتخليها وفتها وما تخرج وهذه لحظة كتب وهذه لحظة كتب بس لدي الدرجة كان يعني كمراهق إحساسه بأهمية الكتاب وهو طبعا ما يفكر أهمية الكتاب يبغى يعرف القصة يعني ديك الأيام كانت هاري بوتر طبعا هي المنتشرة أكتر شيء وكان كل ما تنزل قصة جديدة بعدها بشوية تنزل الفيلم ورهي نزلت كلها قصص بعدها بدأت الأفلام تباع نحن ديك الفترة كنا في بريطانيا فلما كانت تبدأ الأفلام كنت أقول لهم طيب بس أقرأ الكتاب أول بعدها نروح الفيلم وطبعا بسرع يروح يقرأ أصلا القراءة كانت تعجبهم يعني لما نجينا هنا جدا كانوا يأخذوا الكتب المدرسة كانوا لسه ما خلصوا مدرسة كانوا في الثانوي واللي صدد مني أن المدرسات كانوا يعاقبوهم أنه يجيب كتاب للمدرسة زي كده فيسحب منهم الكتب ورحت المدرسة وضرب يعني خافوا أنه كتاب بلغة جنبية ففي له بعض الشغلات مثلا أخلص انتبه للدروس يعني يعني كده يعني فقلت لهم يعني بس يعني وتنتبه للدروس معاكم حق ولازم بس مو تخلوا دال عداء بينها وبين الكتاب يعني مو مو زي كده اللي أنا بنايت وكله مو زي كده يعني فمدرسات كان بالنسبة لهم أنه لا خلص لازم انتبه للدروس وكده يعني اقدم ع طفلك أوقات كلها فائدة ومتعة مع ألعاب حكيم وفاهمة الجماعية أحد منتجات حكينا طيب خلينا نكتورو ننتقل شوي لمحور آخر الآن القصة خلينا نقول لغة القصة في حبكتها في سردها في حواراتها خلال تجربتك في التأليف ما شاء الله ممتدة من 2005 أتوقع أيوه أم ذاكر كويس هل يمكن للغة القصة خلينا نقول أنه تبني طفل سواء كان طفل في مهاراته اللغوية في هويته لأنه لغة في النهاية هوية وهوية يسموها هل يمكن للغة لغة القصة أنت ابني طفل طبعا أنت الآن بتتدرج مع الطفل في لغة القصة إذا بدأ يقرأ وهو صغير معناته إذا تقدر كل مرة تصعب اللغة عليه أكتر مو تصعب عليه يعني قصدي أنا مستوى اللغة نكبر أكتر يعني بعد ما كانت مجرد كلمات بعد كده صارت مجرد جمل بسيطة بعدين صارت القصة وحبكتها والحماس اللي في القصة وإيش سر له هذه الشخصية بعد كده تتعقد أكتر بعد كده لما تبدأ تصير كتاب يافعين بعدين روايات أنت متخيل قد إيش عالم القصة يخبي يعني أفكار ومشاعر وعالم كامل فطبعا تؤثر مو بس على لغة الطفل تؤثر حتى على تفكيره استخدامه للمصطلحات طريقة التعبير كل هذه الأشياء وكيف حيتعلمها أصلا غير من خلال كتاب أو من خلال القصة يعني أنا بالنسبالي أنا دكتورة في الجامعة فلمن أسأل سؤال مثلا للطالبات أو أديهم مثلا واجب أو أصايمت أو شيء وبعدين نأتي نتناقش فيه فأنا على طول أسأل من فلانة فترفع يدها وأول سؤال أسألها إني أتكلم شويتين بعدين أقول لها أنت تقرأي تقول لي إيوة والله إيبان في لغتها مع أنه أنا تخصصي أبعد ما يكون عن الأدب أنا تخصصي تصميم أزياء فيعني تماما بعيد بس إيبان في طريقة التعبير عن الأفكار يا أخي طريقة أنيقة في الكتابة في طريقة الفكرة نفسها كيف أحبر عنها الطريقة مرة رهيبة وعارفة أفكار ترفي اللي يقدر أمسك الأفكار كأنها عصافير البنات اللي لا خطهم عدل ولا حتى عارفة تقول فكرتين تقول لك أنا قلت لا ما قلت قلت بطريقة يعني أنا كيف أديك الدرجة لما أقارن بين دي و دي لا ما عليها مرة في فرق هي ما هي الفكرة بس المهم وهو الفكرة أنت ما عارفة تعبري عنها ولا تكتبيها ولا تربطيها بالأفكار الأخرى ما الذي يجعل أي طفل أو إنسان يسوي دي الأشياء كلها وينشئ هذا الوضع إلا عن طريق القراءة هي اللي تفتح المجال لكل دي الأشياء هي اللي تنمي المعلومات أو تراكم الخبرات الإنسانية والمعلومات واحدة في وقت تاني إحنا في حياتنا ما نقدر نعيش كل التجارة لكن عن طريق القراءة أنت بتتعرف على عوالم ما ممكن أصلاً التجارة بتعيشها صحيح صحيح يعني شبه القراءة باللقمة اللي تأكلها هل هذه اللقمة حتزيد وزنك على طول ولا حتشوف فائدتها على طول ولا حتتحول من سعراتها على طول ولا فالكتاب خلينا أقول أو الصفحة في الكتاب هي زي اللقمة يعني تخليك تنمو بس ما تدري أنت فين أو كيف أو أيوة أو بالضطفة ما تتعرف على المتائجة مباشرة فعش كيف أقول لك القارئ يبان في أفكاره في تعبيراته في طريقة حتى لغته سواء كانت لغة محكية أو سواء كانت لغة مكتوبة يبان تماماً يعني الإنسان القارئ وما له علاقة بالمستوى الاتصادي لأن القراءة متوفرة لكل أحد فما له علاقة أنت درست هنا أو في أمريتا والله العظيم نص الطالبات دارسين يعني لغتهم الإنجليزية مرة ممتازة يعني واحد جاءت قالت لي أبغى أحل الواجب بالإنجليزي ما قدرت أقول لها لا يعني في النهاية هي ترتاح في دي اللغة بطلقة طيبة بس حزنت يعني في قلبي يعني ليه ليه ما تقدر تعبر بالعربي بنفس الطريقة التي تعبر بها بالإنجليزي يعني عادي عبري بالإنجليزي يعبري بالعربي يعني مو لازم تجي لغة أكثر من الثانية تقدري تكون كويسة في الاثنين هذا مفترض صحيح طيب يمكن دخلنا في هذا السؤال شوية لأنه مهم صراحت أنا أتكي عليه يعني إيش هو الأثر النفسي خلين نقول اللي تتركه قراءة القصص قراءة كتب الأطفال في نفسية الطفل سواء كانت في قيمه في مهاراته مهاراته تكلم على أشياء يعني مهارات العليا الذهنية الخيال الإبداع يعني يكون والشغلة الثالثة المعرفة معارفة إيش كيف تؤثر القصص في هذه طبعا القراءة جدا تؤثر يعني أنا يعني الكتب ما هي فقط قصص الكتب كتب متنوعة جدا واللي يحب القراءة يحب يجرب كل الأنواع يعني هو ما يختار شيء واحد معين إلا بعد ما يجرب مرة أشياء كثيرة ويمكن هو أصلا يكون يحب أكثر من نوع أو يعني مع تعرضه لأنواع كثيرة يصير عنده أشياء مفضلة أوقات يفضل شيء يعني أنا أريد كتب فلسفة أحيانا كده يعني يعني أنا قصدي مختلفة نوعيات الكتب وطبعا كلها تؤثر في جميع جميع يعني المهارات عند الإنسان سواء كانت مهارات فكرية أو لغوية أو يعني بأشكال مختلفة وزي ما إحنا قلنا يعني تبني شيء عن شيء طبعا القراءة أيوة يعني تفتح للشخص أبواب مرة كثيرة إذا كنت بتسأل على التأثير نعم تؤثر جدا يعني بتلك إبانة الشخص القارئ حتى في أفكاره حتى في طريقة تعامله مع الحياة يعني مشاعره لأن الكتاب عبارة عن هي تجربة إنسانية يعني اللي يكتب رواية مثلا أو حتى اللي يكتب قصة يعني أنا عندي الآن قصة بأشتغل عليها هي قصة أطفال لكن أترجمة يعني ترجمتها أنا القصة قصة واحد كاتب هو وهي قصة حقيقية له ما تولده في القصة عن الموت لكن هي قصة أطفال إيش أقول لك محملة بالمشاعر كم تتكلم عن الموت كتجربة إنسانية الطفل ممكن يكون ما أتعرض لها أو ما يعرشها أو يبغي يعرف عنها أو ما أدري وطبعا فيها فيها هي يعني النص جدا جميل وأنا ترجمته بعدين وصلت لي لحتى وقفت لأنه كان فيه شعر شعر بالإنجليزي كان بيوصف مشاعر وبيوصف يعني بعض الأشياء اللي مر بيها حاولت بعدين ما قدرت يعني مو ما قدرت ما عجبني يعني فكلمت شعر جسم الصحية وقلت له كده 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 عندي تساعدني قل لي أرسل لي للمص الإنجليزي إن شاء الله إن شاء الله ربع ساعة كلمني ما شاء الله أنا أمكن عشان تحيزي للعربية بس النص العربي يفوق المدليزي بملايين المرات كنص شعري يعني فأنت بتخيل لما الطفل إقرا كتاب قدي كده محمل بالمشاعر وأشياء ممكن تحصل وأشياء يعني غريبة يمكن جديدة وكمان شعر يعني ألفاظ وكلمات ومعاني جدا قوية يعني من البداية يعني بس ليش أنا أخلي الطفل اتفاجأ بمشاعر ممكن تجيله في يوم من الأيام خليه يقرأ كل الأشياء وهو طفل صغير خليه تعرض لكل التجارب من خلال قراءة خليه يسافر لكل مكان من خلال قراءة ما هي القراءة يعني بتاخدنا يعني أنا يمكن من أكتر الأشياء اللي أحبها في الترجمة إنها بتقدم مفاهيم بس بطريقة تانية فأنت تعرف إنه ممكن الناس ترا يفكروا زينا وكل الناس يتعاملوا مع كل المواضيع زينا فحلو هذا التنوع أساسا اللي بأحاول أنا أقدمه باللغة العربية يعني عشان بس نعرف إنه كمان اللغة وعاء يعني ممكن إنها تحتوي يعني التقافات الأخرى وتقدمها بطريقة جميلة وطبعا الترجمة يعني عندنا مبادرة يعني أنا حتى بأحاول أو يعني لحين في مبادرة الترجم ترجمت أصلا من العربي حتى للإنجليز ممتاز في دراسة عملوها في أمريكا قديمة طبعا قبل وسائلة التواصل الاجتماعي والميديا الجديدة هذه جابوا طلاب في فصل عينة وطبعا من ضمنهم طلاب أغنياء وطلاب فقراء وقاسوا نسبة الإبداع عندهم وجدوا طبعا كلهم يتلقوا الدروس والحصص اللصفية وكل نفس الشيء وجدوا أن طلاب الأغنياء نسبة إبداع عندهم أزود من طلاب الفقراء بحثوا السبب لقلوا أن طلاب الأغنياء فرصهم أنهم يتعرضوا لتجارب ومعارف ومتاحف وزيارات وسفريات وأبواءهم وأباتهم وماتهم يدلوا يسجلون في مراكز وإلى آخره أكثر من طلاب الفقراء منطقي لكن المفاجأ وجدوا أنه بعض طلاب الفقراء عندهم نسبة الإبداع توازي أو ربما تفوق الطلاب الأغنياء بحثوا السبب وجدوهم أنهم أطفال قارئين فجارس أربط كلامك سبحان الله بالدراسة التي قريتها قبل فترة طيب دكتورة خلينا نجي لمصطلح التربية بما نتكلم عن أطفال صح أنه كثير ما ترتبط القصص القراءة الثقافة دائما ما يربطها بالتربية كون أنها موجهة للطفل لكن خلينا نقول من أجمل المصطلحات المتعلقة بالتربية اللي سمعتها أثناء كنا نعد الحلقة وفريق الإعداد هي التربية الجمالية دائما دكتور أروا تطرح مفهوم التربية الجمالية والتربية الجمالية يا جماعة ما هي التربية الجمالية التربية الجمالية بالنسبة لي أنا صح أشتغل في كتب الأطفال وإنتاجها ومرة أهتم ليس فقط باللغة لأنها تكون جميلة حتى بالرسومات حتى بالرسومات حتى بالرسومات لا أحب أن الرسم فقط يكون توضيحي للقصة ويقول لك ما هو الطفل سيفهم لا يفهم الطفل عندما يتعرض لأنواع معينة من الفنون يعني نحن في كتبنا نستخدم جميع أنواع الفنون مثلا بالتطريس عندي كتب بالتطريس عنواع مختلفة من الفنون كتب بالأبض والأسود كتب بالألوان المائية يعني مختلف أنواع الفنون والرسومات فأنا أشعر أنه إذا عبينا محيط الطفل بالأشياء الجميلة تعرف العين لما تتعود على رؤية الأشياء الجميلة وبعدين هو يقدر يفرق ويعرف يعني مع أنه واحد من الأسئلة الفلسفية أنه كيف الإنسان يعرف قيمة الجمال هل لازم يتعرف على قيمة القبح أول لكي يعرف لأي درجة هذا الشيء جميل هو مراسم يعرف على العكس تماما القبح لأي درجة يعني لكن أنا دائما عندي إيمان أنه التربية الجمالية يمكن أو أنا أشوفها تؤثر حتى على أخلاق الإنسان الإنسان لما يكون متعود على نوع من لغته جميلة يشوف دائما الأشياء الجميلة في الحياة يقدر يقدر قيمتها أنا يعني مؤمنة أن أخلاقه تكون كويسة إن شاء الله حتى أخلاقيات وحتى طريقة التعامل مع الأشياء حتى في محيط الاجتماعي تعامل المجتمعي المختلف يكون خلينا أقول راقي بطريقة أو بأخرى طبعا فيه نمازج أخرى مختلفة للعكس يعني ممكن يكون لا بالعكس من يعني فنان أو رسام زي هتلر كان يبطل رسام بعد أنه أخرى هتلر يصفح بسبب يمكن ظروف أخرى تجمعت كل حالة طبعا أنت تمسكها كحالة مفصلة لكن بالعموم التربية الجمالية جدا تؤثر على المجتمعات يعني مثلا الآن الدولة لما تبدأ المجهود في المجسمات الجمالية أو في الكورنيش لما يكون بطريقة معينة في الواجهة البحرية ترى والله يأثر حتى على يعني أعصاب الإنسان على جودة الحياة على كل هذه الأشياء أي وجودة الحياة من فنتي جيم ولما أنا يعني أوصل لأعلى مستوى في كل شيء من ضمنها الأشياء اللي بأشوفها والأشياء اللي بأسمعها والأشياء اللي بأقراها لما يكون المستوى الجمالي عالي وقلت لك إمكان أنا عشان كمان في كلية تصاميم وفنون فحقيقي نحن محاطين بذي الأشياء من كل جهة سواء تخصصي أو تخصص غرافيك أو تخصص فنون يعني شفت الطائبة الفلانية شامرت شيء مر رهيب حلو مدري ويتعبر عنها برسم جميل أنا بالنسبة لي هذا أجمل شكل من جدي أنا عشان كده حتى أحب كتب اليافعين أو الكتب الكبار وعندي عدد من الكتب المرسومة ترى أحبها تكون مرسومة مو علشان شيء يعني الرسمة ما يفقد للأطفال إنه تخليهم افهموا النص لا الرسم يحطك في المود الكتاب لما يكون مرسوم أنا بالنسبة لي يحط القارئ في المود سواء أنت كنت صغير ولا كبير ولا كبير يعني أنا عندي كتب كبار ومرسومة لما إنه الكتب اللي كان عدد صفحاتها كبير بس لأنه الطباعة تصير بعدين مرة صعبة ومكلفة وسعر الكتاب بعدين يصير عالي ولا كان يعني برضو أضفت لها عنصر الرسم لكن بالمقابل اهتم بالغلاف مثلا بي نواحي جمالية أخرى وإنت الاستدوك تكلمت على معرض الكتاب يعني أنا بالنسبة لي أحب المكان يكون حلو الكتاب يكون حلو النص يكون حلو الرسم يكون حلو كل الأشياء مع بعض لأنها دائما أقول الجمال لا يجزق الفن لا يجزق اللي فنان في شيء يمكن ما هو فنان في شيء تاني بس يستشعر يعرف يعني يرى الأشياء الجميل أو الفنان في جانب آخر اللي يحب الموسيقى عادة يحب الرسم عادة يحب اللغة الحلوة كده حساسية كده للجمال مثال الطالبة يمكن أستدعيدة حين الطالبتين اللي واحدة كانت قارئة وعرفت أنت قارئة بينما الثانية يمكن ما عندها خلينا أقول تذوق للجمال أو لا فبالتالي يبان على هندامها على سلوبها يعني أرى حتى طريقة التعبير في طريقة الكتابة اللغة الأنيقة الفكرة الجميلة بغض النظر ممكن تكون واحدة ثانية فكرتها ممتازة بس طريقة التعبير عن الفكرة تديها قيمة جدا حتى لو كانت فكرتك رهيبة بس عبري عنها بطريقة جميلة وهذا يعني اللي نشوفه مثلا في الإعلانات ولا في كل الأشياء ترى أحيانا المنتج يكون ما يستحق ذه كله بس عشان الإعلان مر فنان ولا رهيب أداره قيمة مرة كبيرة نفس الشيء بالنسبة للفكرة إذا كانت اللغة والتعبير فنان تعطي لها قيمة يعني شئتنا قيمة حتى لو كانت تقول لا خلينا نشوف الهدف الفائدة أنا دائما أقول النية الحسنة لا تصنعوا أدبا أنت تقدم شيء مرة جميل وتسيب ناحية الأدب ترى ما ستقرأه حتى لو كانت نيتك حسنة حتى لو كتبت كتاب فنان ومفيد جدا قصة أطفال رهيبة وأنا جيني كثير على الإيميل أنه كتبت قصة أطفال مفيدة ويحتاجوها الأطفال وأجي أقرأها ما أقبلها بغض النظر عن الفكرة حتى لو كنت الفكرة مفيدة ومهمة بس النص ما هو ما هو داك الشيء اللي أدبيا أقول أنه مرضي بالمقدر الكافي عشان كده وجود الفكرة وجود الأثر لكن اختفاء دعنا نقول الموهب الأدبي أيوة وهذه الكلمة صراحة ممكن قبل ما أعرف 20 سنة 25 سنة كان في حوار بيني بين الدكتور محمد حسن ألوان وكنت كده يعني أجدلت معاه في موضوع أنه اللغة مرة جميلة بس الهدف المهم أتكلمني في ذا الموضوع وهو قل لي ترى شوفي النير حسن أطصنا بس أنا مسكتام من ذاك الوقت أحب دائما أقول أنه هو مصدر هذه الكلمة صحيح الآن يعني خلينا نقول يعني في العالم العربي عندنا الأطفال يعني يعني المفهوم هذا مش منتشر عند الأمهات عند الأباء يدوا بالربي وندرسه وجدولة ضربه وما نعرف لسه نستنى أنه خلي الولد يتذوق الجمال يتتبع سلم موسيقي يرسم صورة فنية يعرف هذا أو أنت تغذي للي ما أعرفه أخوذي كذا خليه شيء متعد لا خلص في الحياة في الحياة يعني أنت تخيل مثلا بأبسط شيء البيت مرتب بس مرتب الأم دائما البيت مرتب الألوان في البيت حلوة ما ترضى أنه بنتها تخرج مخبص ملابسها وحتى الأولاد وأنا كنت دائما عندي المشكلة أنه ألبس أي شيء على أي شيء لا طب إيش فيها طب لا وطبعا أبو يجي يقول لي لا يسيبه أو لا يقول لا دعني ألبس شيء مرتب أنا لا أدخل بس على الأقل شيء مرتب يوم مرة يفرق مثل هذا أشياء الثانية كثيرة قلت لك في البيت في طريقة تقديم الأكل في هذه الأشياء التي تربي وبعد ذلك لما أضع كتاب كتاب حلو لطيف ستصبح عادة عندهم عندما نرى شيء ما هو حلو أو ملخبط أو وسخ أو ما هو جميل يصبح عندهم حساسية يعرف أن هذا الشيء عندما يقارنوا بالشيء الذي يتعودوا عليه لا هذا الشيء يعني باين أنه ما هو ذاك الشيء الجميل يعني يقدروا يميز ويعرفوا يعني يعني زي ما أقول لك هي مهي مرة صعبة يعني هي خلاص جزء من الحياة مو أبو أروح أسجل ولدي في دورة وكيف فن لا 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 ملازم ملازم فن ملازم كذلك أوكي عادي يعني الحياة مليونة تجارب مرة كثير يعني أنا تذكر البنات عندما كانوا صغر أنا كنت شوية شوية مو مرة من دان نوع اللي كنت أتحمس يعني وإمكان عشان معاهم صاحباتهم إحنا كنا كده مجموعة شلة أمهات كلنا نتحمس تلك الأشياء فالأولاد كلهم قد بعض فلما يروح لشيء زي كده كانوا يتحمس وهذه البنات والدي هو الأصغر طبعا خلاص إحنا كبرنا وتغيرت الحياة أصلا وتغيرت هذه الأشياء فكانت طول فيها أنه لا ما بغى يعني ما يبغى يروح شيء زي كده وأصحابه ما يبغى ولو ما تكلموني ما امرضين يروحوا أولاد غير يعني لما نسافر مثلا أنا واحدة المناشية لازم نروح متاحف لازم نروح متحف على الأقل ما يقولوا شيء الأولاد البنات طبعا يتحمس والدي يعني مو مرة بس على الأقل شاف على الأقل عرف أحيانا يفاجئني بتعليقاته فجأة يعني كده أطل أنه أوكي ما ضاع يعني اللي سويت فيك هباء يعني ويكم مباين ما تبينه بس يأتي في وقت من الأوقات يظهر يأتي منه أيو يأتي منه طيب خلينا نأتي للسؤال الجمهور دائما للسؤال المتكرر في كل مكان يمكن أكثر سؤال تنسألي طفلي لا يحب القراءة كيف أحببه فيها يعني خلال كلام قلنا أشياء مرة كثيرة يمكن من أهم الأشياء أن الأم تكون قارئة الأم لازم تقيمة للكتاب عشان الطفل يحسون قرشيله يعني إذا ما في البيت مكتبة وشوف الأم هي تقرأ مو مكتبة بس كذبية بعد يعني لأشوف الأم هي تمسك كتاب وتقرأ يعني الطفل مو مرة حيتحمس يعني ما أقول أنه ما رح يقرأ لأنه في كتير يعني أطفال ولا ناس يعني يمكن تجي لنا أو أكبر ما كانوا أهاليهم قراء ولا كانوا أصلا تعليمين التعليم يعني بس ما شاء الله هم طلعوا في النهاية طلعوا كتاب وطلعوا يعني كتير نشأوا في بيئة زي كذا لكن إحنا كأمهات الجيل الحالي أقل لها أقول لها خلي الكتاب جزء من التجربة مجزء في البيت ومكان يعني جميل في البيت وفي الصالة جب التلفزيون تكون فيه كتب يعني أنا بالنسبة لي أنا تربيت كذا يعني ما ممكن ما يقارئ أمليون لكن دائما فيه كتب يعني لسه إلنا اليوم أنا كنت رحت فطرت عندها وبعدين كانت بتقرأ الكتاب أنا كنت سألت عنه وقالت لي خلصت الكتاب خدي الله يخلين لك يا رب شكرا مع أنه أنا سرت أنا أتسأل عن الكتب بس ما زلت أخذ منها كتب يعني عرفت يعني فيه فيه لسه دي العلاقة وده الشيء فأتخيل مني وإحنا صغار في هذا الشيء وأتذكر يعني كانت تجيب كتب وهذه كانت مرة حركة بس أنا مغا أقول لها عشان لا يسويها زي الأمهات أسوها كانت تجيب كتب بعيد وتقول لي هذا الكتاب ما ينفع تقرأيه طبعا يعني شي اللي حصل لي بس يخرج من هنا وقال نزل كله وتقول لي ما ينفع أقرأه وأقرأه وأرجعه ولكنني سوي تشد وهي فعلا تكون ما ينفع أقرأه خلاص يعني ما تقول لي زي كده وتقول لي ما ينفع أقرأه كل ممنوع مرغوب أيو بالضبط فيه هذه العلاقة بيني وبين الكتاب أتذكر أنا دخلت مرة علي في الليل أيام المدرسة أيام توصت وبعدا لقيتني بقرأ رواية وكان مرة متأخرة الوقت وحطرتها تحت المخدة وجاءت رواية رواية لحسن عبدالكدوس لا أعرف ما اسمها يعني كده شيء في بيتنا رجل حاجة كده أنا مراهقة طلت فيه وشارت الكتاب وما تكلمت ولا كلمة بعدين طبعا رجعة حطت لي هو في وقت آخر كملتها وحستت أنه ما كانت تسودها كل العذاب بس أنه قرأتها وأنا صغيرة فدايما في هذه العلاقة أنه هذا الشيء جدا ثمين وأنا أريد أعرفه اللعب أفضل طريقة لتعزيز تواصلك مع طفلك اقضي أوقات ممتعة مع طفلك مع ألعاب حكيم وفهيم التعليمية الجماعية اطلبها الآن عبر رابط المتجر في وصف الحلقة طيب دكتورا الآن القصة هي جزء من كله جزء أساسي من يعني خلينا نقول أدب الطفل يعني هو القصة خلينا نتعرف شوية ونخش على صنعة أدب الأطفال واليافعين كون أنك يعني كاتبة وتملك دار نشر وعندك رحلة طويلة وبع طويل خلينا نقول يعني براند في أدب الأطفال واليافعين كون أنه اسم الدار أروى وأنتي أروى ف وعلى فكرة أنا نصمم التشتير معي اسمها أروى أوكي لا خلاص قلت ناقص بس كمان أشبر السامة اسمها أروى ويصير كل اللي مكتوب على الكتاب والله والله مقصد يعني بس يعني خاص جات كده فإيش هي مكانة خلينا نقول أدب الطفل في الأدب العام بشكل يعني بشكل عام أولا من ناحية صناعة خلاص يعني خلينا نقول نقارن أدب الطفل بالأدب العام بشكل عام ومن ناحية انتشار وتداول من ناحية صناعة ومن ناحية انتشار وتداول طيب أنا حتكلم في العالم العربي نعم في العالم العربي كتاب الطفل عموما كمكانة بين الأدب ما له نفس المكانة اللي في العالم الأجنبي يعني تلاقي مرة في روايين كثير مرة في شعراء كثير بس في كتاب قصص أطفال كثير ويعني أغلبهم نساء كأنها صنعت كتب الأطفال هي مرتبطة بالأمومة مع أنه في العالم العربي تلاقي أشهر كتاب قصص الأطفال فيه طبعا نساء مشهورات بس فيه كمار رجال كثير يعني رجال ورهيبين يعني قصصهم مرة حلوة فعندنا يعني كنت قرأت مقولة أنه يعني معلم الصبيان من زمان أيام العرب ما كان ينظر له النظرة اللي زي مثلا الشاعر أو الكاتب أو الرواي الكبير لا يعني أنت تكتب كتاب أطفال تتعلمه وكأنك بتعلمه يعني فما له هذه القيمة عشان كده ما في كتاب كتيرين عشان كده واحدة من الأشياء من الأسراري اللي في الدار أنني أنا أحاول دائما أجيب أسماء كتاب يعني زي لما قلت لك كلمت جاسم الصحيح مثلا زي لما أتعاون أنا مع بثين العيسى وهي روائية كبيرة في الخليج تكتب قصص الأطفال وفي بيننا كده تواطئ سري يعني إنه كتب الأطفال عالم جدا جميل فيعني أحب إنه الكاتب يجرب نفسه بس جرب نفسك ولو كان شيء ممتاز أنا مستعدة أن أشرلك ولو كان يبغاله شوية شغل لأنه أحيانا كتب ما يرضو الروايين يعني هو الواقف كيف أنا جاء أقول له لا هنا عدل لا هنا أحاول بس الأغلب صراحة يستجيب يعني فبتطلع منهم مرة كتب حلوة يعني أقول لهم ليه أنتم بعدين عندها العالم فبالنسبة له أنه يعني ما أدري ما أدري ليه بس ما في الالتفات أنا بأتكلم على يعني فترة طويلة في العالم العربي لكتب الأطفال يعني حتى إيش الأول القصص اللي بدأت قلت لك أنا اللي هي ليدي بيرد أو المكتبة الخضراء وهذه كلها مترجمة هذي كانت أوائل قصص الأطفال بعد كده طبعا بدأوا كتب الأطفال يطلعوا يعني بس كانوا قليلة وأغلبهم مصر ولبنان عندنا في السعودية عدة أسماء يعني بس ما انتشرت أو ما اشتهرت جدا يعني لأن الصنعة كصنعة يعني حتى دور النشر دور النشر ما كان في دور نشر خاصة بالأطفال أنا بتكلم على السعودية حتى في العالم العربي يعني تلاقي مثلا أوكي دار نشر مشهورة جدا في كتب الأطفال في لبنان مثلا لكن ترى عندهم روايات وعندهم كتب طبخ وعندهم مدرأة وواحد من فروعهم يكون كتب أطفال الطفل نعم أنا مثلا لا أنا من أول ما اتأسست أنا دار نشر كتاب أطفال يعني يجوني كثير تجيني رواية قلت لهم مرة في دور نشر روايات كثيرة هل دكتورة تخصصية هذه ضيعت عليك فرص؟ ما أحس رحمتني من زن كثير بصراحة والله يعني لو تعرف كمية الروايات اللي بتجيني أقول لهم في دور نشر مرة كثير رواية يجوني شعراء يبغوا ينشروا شعر للطفل فمو دائما أرضا لانه أقول لهم الطفل عندنا ما يقرأ قصص بالعربة يبغوا يرى شعر ترى ما هو يعني ممكن أبيات الشعر تكون ضمن القصة بس أكتب له كده بس شعر وحطه في كتاب ما سيشتريك ولا سيقرأ ولا سيعجبه ويلا الله فهم الشعراء ذا الكلام إنه ما سيقرأ شعرك كيف وانا ايوى انت فنان وانت شاعر بس الأطفال ما يفهموا ذلك كده ما سيقرأ شعرك عشان انت رهيب لازم يكون ضمن قصة فمو سهل انك توصل هذه الفكرة يعني فهذا عشان كده يعني ما عندنا هذا الانتشار الكبير لدور نشر الأطفال الآن طبعا يعني بعدما الوزارة صراحة قامت بمجهودات كبيرة وقفزات سريعة حقيقة في كتب الأطفال سواء كانت يعني الأنشطة اللي بتسويها المبادرات اللي بتسويها زي مثلا مبادرة ترجم زي مثلا في كانت مبادرة اللي هي بتاخد عدد من دور النشر بتدربهم بره يعني كانت السنة اللي فاتت أول نسخة راحوا بريطانيا زاروا عدد من دور النشر وحضروا عدد من الكلاسات يعني بدأ يكون في اهتمام لدور النشر أنا بالنسبة لي اللي أتمنى أن المدارس يعني تبدأ تهتم توفر الكتب من دور النشر في مدارسها بعض المدارس الخاصة تسوي كده بس المدارس الحكومية ما تعمل كده يعني ما في عندنا طلبات أبدا من مدارس حكومية ما يطلبوا كتب أصلا فما في مكتبات أصلا في مدارسهم بينما المكتبات الخاصة فيه وبينما أنا كتبي موجودة في مكتبات في لبنان في مصر يطلبوها يعني طب في الإمارات طب ليه عندنا في سعودية ما فيه ليه ما في مكتبة يعني ولعلمك يعني أنا لما كنت صغيرة واحدة من اللي أثر فيها معلمة المكتبة في الابتدائي أنا كنت مبتلك سكنة في الخبر مدرستنا كان فيها مكتبة وفيها معلمة مكتبة وحقيقي كان لها تأثير مرة كبيرة حصة المكتبة أصلا كنت أستناها لأنها كانت تقرأ لنا وبعدين تلعبنا وبعدين كده يعني فكانت حصة جدا يعني جميلة ولها أثرها إلى الآن يعني يعني فهذه واحدة من الأشياء اللي أتمنى أنه طبعا المدارس ما هيكلموني لأنهم يحتاجون ميزانية لأنه يعني يعني فهو لازم يجي يعني من جهة علية يعني يعني أنه تصير المدارس فيها مكتبات ويصير فيها كتب والكتب بعد يكون فيها قصص رهيبة ويصير فيها مسرح وتتحول لمسرحيات يعني مر فيه أنشطة وأشياء كثير متعلقة بعالم الكتاب والقصة صحيح أنا أذكر أن مدرستنا كان فيها مكتبة وكانت المكتبة نفس الطريقة يعني فيه مسراح وفيه ما نعرف إيش يعني إلى أيام أنا كان مفاعل؟ نعم ما في مكتبات في المدارس ما في يعني حتى المدارس اللي أروح أزورها ويقولوا لي مثلا تتشين كتاب يعني يعني يأخذوا مجموعة من الكتب وما في مكتبة في المدرسة وهذه مدارس خاصة مدارس حكومية أروح أسوي رش عمل للطالبات بالذات اليافعين ما في مكتبة يعني في المدارس ومدرسة حولية ما فيها مكتبة أبداً يعني خسارة يعني كنا في مدرسة مكة الثانوية في مكة من درست في مكة من أهل مكة فكان عندنا دور كامل كانت مكتبة يعني مدرسة طبعاً عريقة للمكة الثانوية يعني ورائدة في مكة فكانت يعني حافلة بدواليب الكتب العديق القديمة والكتب الثانوية والجلد ومجزء وأساساً كلها خياطة وقماش يعني رهيب كان الوضع صلاحته مكتبة قديمة جداً هي جزء من المدرسة يعني مفترض تكون بس بطلتلك مدارسنا ما إن شاء الله يعني تكون خطة إن شاء الله يا رب الآن في خلينا نقول في معرض جد الماضي قدمت ندوة كنت أنا المقدمة فيها عن الذكاء الاصطناعي في كتابة قصة الطفل كان عنوانها هل يكتب هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكتب قصة للطفل الآن في ظل الألعاب الرقمية الذكاء الاصطناعي موجود خلينا نقول وضع صناعة كتب الاطفال واليافعين هذا السؤال الأول السؤال الثاني مدى خلينا نقول استعداد هذا القطاع اللي تلبيت تطلعات ورغبات الطفل اللي جالس وشوف شغلات وبلاوية رهيبة شوف بالنسبة لي أنا القصة هي المادة الأولية لأي شيء يسير يعني القصة وجودها في كتاب هذا هو المادة الأولية اللي منها تطلع المسرحية الفيلم المختلفة وهو لازم يكون في قصة مكتوبة ومنها تصير كل هذه الأشياء بالنسبة للذكاء الاصطناعي في الكتابة أنا جربت صراحة حتى ما جربت في القصص إنه أكتب لي بيت شعر عن كذا ما يعني ما زبطت قلت أنا ما يعارفة أطلب ممكن ما فاهمني لازم تصاحب أول ما عدري بس ما ما كان الموضوع بديل بساطة يعني جربت عدة مرات ما حسيت إنه بديل بساطة وأنا أتوقع يعني ما يعرف وأتوقع يعني كثير الناس ممكن زي الجانب الإنساني ترى يعني هذا مهما كان مهما كان هو فنان ورهيب مثل الجانب الإنساني في القصة في بلورة الفكرة في ولادة الفكرة ترى مرة كبيرة ما يقدر الركال الصناعي مهما كان يعني لو أديتم عوامل أنا أبغى أكتب قصة عن مدينة نيوم وكيف تأسست وتكون قصة للأطفال ممكن تديلوا كده واحد اين ثلاثة ممكن يعني يجمع لك من هنا من هنا يطلع لك قصة بس كده قصة يعني من سكراتش فروم ناثين فكرة ما عرف أشك صراحة ما أبغى أقول لا عشان لا يطلع شيء كده بس أنا أقول أنه ما هو مرة بديل بساطة يعني أو على الأقل ما هو في الأفق القريب يعني وبالنسبة للأطفال زي ما قلت لك القصة يمكن تحويلها لأي شيء علشان كده أنا أقول لما أنا كنت في المدرسة في مكتبة تقول القصة هذه مادة في يد الطالب يقدر يحولها المسرحية يقدر إذا كان طلاب جامعة مثلا يحولوها ل فيلم تصوير يطلعوا منها مليون فكرة وفكرة يطلعوا منها جيمز يعملوا كل الأشياء اللي موجودة الآن للأطفال ترى وصولها قصص كلها كلها وصولها قصص إشتبت جبلي شيء ما كان قصة مارفلز كلها قصص أصلا أساسها قصص تكتبت ترى كتابة يده مطبوعة وموجودة بعدين أتحولت لكل هذه الأشياء اللي بتحصل الآن وإن كانت في قصص أخرى أساس السيناريو كتابة أصلا يعني لازم يتكتب أول شيء بعدين يسير ما في أي حاجة أي عمل يسير من غير ما يتكتب كتابة في البداية أوكي يعني بيجي على بالي سؤال ليش العلاقة بين النص والصورة بالنسبة لي علاقة جدا كبيرة بالذات قلت لك في كتب الأطفال طبعا يعني كأنك بتحكي القصة أنا ما بغى أقول بطريقتين لأنه النص المفترض يكون مو الرسم يعبر عن النص لا المفترض الأتنين يكونوا بزل يعني أنت ما تفهم القصة إذا شفت الصورة وقرأت النص شفت الصورة الحالة مو مرة تفهم عنه فيه كتب إسمال كتب الصامتة فيها القصة من غير النص وما تفهم كمان بتفاصيل القصة وجمالها إذا بس قرأت النص فالقصة الأطفال بالذات في العصر الحديد تكون الأتنين ما بعض يعني الصورة والنص وأنا بالنسبة لي يعني دائما مثلا تجيني الكاتبة وتكتب النص والنص حلو وأحس إنه إيغا ممكن يكون الرسم فيه مرة فلنان تعامل مع الرسامين ويقرؤوا القصة في الأول وبعدين إحنا نسوي جروب لرسم القصة ففي بعض العبارات أتفهم مع الكاتبة إنه ألغيها لأنه حتى ترسم يعني ما ينفع تكتب أو أنا بالنسبة لي ما أحب أكتب مثلا وقال الولد مبتسما خلاص أرسمي مبتسم ما يحتاج أن يقول هو مبتسما ما ينفع ما ينفع وينفع طبعا بس إنه ليش أكتب مبتسما هو باين في الصورة أنه مبتسم وكان الطريقه مثلا مزدحما خلاص أرسمي مزدحما لا تكتبيها يعني وأحيانا الرسام يكون فنان لدرجة هو ويقدر يخلق اكستنشن للقصة تفاصيل الكاتب ما ذكرها وتكون موجودة في الرسم لدرجة أنك لازم تركز بالصورة والأولاد يعني لما كانوا صغار مثلا طب شوفي هاي شي عندها هاي شي عندها طب ألك هذه الأشياء كلها ما مكتوبة بس موجودة في الرسم فأنا بالنسبة لهذا التداخل بين النص وبين الرسم هذا الجانب جدا جميل يعني أنا أزعم أني أنا ما أقول متخصصة فيه بس أحبه مرة وأحاول أوفره في كل كتبنا يعني أحب أشوفه أصلا يعني وأشتغل على النصوص دائما بهذه الطريقة يعني قلت لك حتى لو كانت كتابة وأنا أعتمد على اللغة بعض التفاصيل أعطيها في الرسم أعطيت رسامة أنا وأقول لها أنت حرة أنا ما رح أتدخل أبغى أشوفه زي ما الكاتب كان حر وكتب على كيفه عندي هذا النص أنت كيف تريد تعبري عنه رسما مو ترسمي ترسميلي وكانك بتشوفي بالرسم لا عبري عن أفكار أخرى في نفس المطاق وفناني يعني البعض فنان جدا يعني أتعب طبعا أنا مع الرسامة أنت إيش أثار هذا النص في نفسك من أشياء أنت تريد ترسميها أوكي خلينا يعني نسأل سؤال الآن كده شوي مختلف أنا رائدة أعمال حب قصة الأطفال حب قصة اليافعين أبو فقدر نشر هل السوق مليان هل في مساحة أني أخش وزاحم دور النشر الموجود اللي دور نشر الطفل محتوى العروب صغفة عاما يعني إيوه جدا في مكان بس كون عندك شي يستحق يعني أو يعني أوكي من البداية تكون عندك رؤية معارف ما تريد تعمل و تفعل شيء مختلف عشان بس إيبان توسط الزحمة الموجودة مع أنها مرة زحمة يعني دور النشر الأطفال السعودية قليل واللي واللي مستواها يعني بتقدم شيء مرة كويس برضها قليل واللي حلو ينترى كل واحدة منهم في اتجاه غير الثاني يعني أنا مثلا خلاص معروف إيش أنواع اللي أقدمها أنا أقدم كتب يافعين كتير ما أقدم مثلا كتب تربوية أو مباشرة أو مدرسية هذا مو معلاث أنه إحنا ما نحتاجها لأ في دور نشر خاصة و يعني كله وصحباتي يعني 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 نتقابل مع بعض ونسأل بعض طيب عن المطابع عن مدرسة يعني يوجه فيه فقط أدور لك على خط والآن جدا جدا مناسب قبل ما يصير السوق زحمة زي بره مثلا زي بريطانيا أو أمدري لازم يكون اسمك مرة قوي عشان المنافذة جدا ذكرت أنه قبل ما يصير السوق زحمة ليش إشي حيخليه السوق حيصير تفيره زحمة يعني لا ما شاء الله يعني هل في طلب من الناس ولا دعم من الوزارة أو شي دعم من الوزارة دعم من الوزارة مرة كبيرة يعني يعني يمكن على مدى ثلاثة سنين كانت فيه اللي هي مسرعة أدب الأطفال فهدولة كلهم كانوا دور نشر للساعة مبتدئة ودفهم دفة يعني وفروا لهم عدد من ورش العمل وصارت مسابقة بينهم واللي يقدم مشروع يعني ممتاز يدعموهم فلا كان فيه يعني صراحة دعم من الوزارة ويمكن الاحتياج ما أعرف ما أقول أنه لسا المجتمع مرة يحتاج لا إحنا اللي بيقول أنتوا تحتاجوا يتقنع الإنسان أنتوا هم محتاج بس هو يعني يحتاج يقتنع شوية أنه لسا محتاج لكن ممكن يعني نشتغل على الجهتين على الطلب على العرض والطلب وإن شاء الله يعني زي ما قلت لك إذا المدارس بدأت إذا سارت فيه أكتيفيتس كتير يبدأ الأهالي يحسوا يعني نشوف أنا أحس الطلب من المجتمع الصغير يعني من الأمهات الصغار اللي دوبهم جابوا أول بيبي ثاني بيبي مرة مرة يعني عندي في الجناح يكونوا مرة متواجد ويبغوا الكتب ويبغوا للأطفال طب إشاء الكتاب اللي دفع لهم والجميل إنه بسأل أمهات الشي اللي مرة يعجلني وحتى الأباء حقيقي مرة جميل لما يكون الأب ويجي ويسأل مهتم يبغوا كتب لأولاده الشي التاني اليافعين اليافعين جدا محتاجين يعني يعني أنا جاتني قالتلي موحدة والله حين أنا ليا كم سنة من أيام كورونا لا أيام كورونا طلعت كتاب للايافعين أو للكبار يعني وحتى أن جات قالتلي هذه السنة قالتلي أنت لم تظل كتاب من كل أيام غير طلعت أنا أظن كتاب أطفال قالتلي إيو وطلعت كتاب أطفال قلتلي لنا إحنا الكبار سكت يعني قالتلي لازم كل سنة قلتلي لا كتير قالتلي الله خليك لازم كل سنة هو معنات أنه أنا رهيبة هو معناته أنهم يبغوا يحتاجوا يعني بس أنه واحد يعرف كيف كتب لهم صح ورح يقلوا أهو صح الآن بعد الحديث عن خلينا نقول واقع عدب الطفل في المملكة في العالم العربي كيف الدكتورة أروى تشوف خلينا نقول بعد الرحلة الطويلة هذه تشوف مستقبل عدب الطفل واليافع وأيضا أبغى يعني تعطينا كده نصايح الأهل الصنع الرسامين الكتاب زملاء المهنة يعني المولدي الأفكار أصحاب دور النشر أنا أقول لك التوقع يعني المملكة رح تكون رائدة في هذا الطفل خلال كم سنة جاء بالنسبة للمقارنة ب يعني الأماكن أو الدول في العالم العربي أنا بأقول اللي هي كانت رائدة يعني مثلا لبنان ولا مصر الإمارات مؤخرا السعودية أول شيء العدد والتنوع الشديد وفيها يعني جهات كبيرة بس يبغى لها تتخصص شوية أو تتوجه يعني إلى حد معين وهذا اللي بتسوي الوزارة يعني قلت لك أنا يعني تدار المجال وأنا عارفة يتواصل معي مرة كثير في أشياء في أشياء في أشياء تخص عدم الطفل فأعرف أنه في توجه هات مرة كبيرة كبيرة واللي يبغى سيلاقي أشياء يعني هي لستة ستتبني شوية شوية بس ما حيكون شيء غريب أو شيء جديد على المجتمع أو لا هيكون في هيبدأ الصناعة يعني تتطور أكتر وحيصير فيه جهاد طالبة أكتر ويصير أنا أتخيل أن الكتاب السعودي رح يصير عربيا من أهم وأحسن الكتب طيب نصائح كليزم ملاء المهنة بالنسبة لي أنا حتى لما يجوني بنات يبغوا يكتبوا أو تكون كتبت نص أو نصين وعلى طول خاصة دين يتبتنشر أقول لها يعني مو الآن يعني يبغال لك شويتين أول شي طبعا القراء أنا دائما أقول لهم أنه لازم تقرؤ في كل مجال يعني وما ينفع تكون كاتب وإنت ما تقرأ أصلا حتى لو كنت بس تكون كاتب أطفال ما هي اللغة المعقدة ما ينفع برضو لازم تكون قارئ بس يمكن من أهم الأشياء لزملاء المهنة أنه تطلعوا يعني بزات الناشرين حتى الكتاب تطلعوا على الكتب في كل العالم كل العالم مو بس العالم العربي يعني أنا دائما أقول لهم أول شي يشوف الجوائز في العالم العربي عندنا إحنا تقريبا جائزتين كبار أكبر جائزتين في العالم العربي جائزة اتصالات لأدوى الطفل واللتنين الإماراتية والتانية جائزة زايد جائزة زايد فيها برضو واحد من الفروع أدوى الطفل في طبعا يعني هنا الوزارة كم مرة أو في مرة من المرات عملت الجائزة لكتاب الطفل فبتسير يعني دوريا يعني هو مو شي مخصص للطفل كانت جامعة الأميرة نورا عملت ممكن سنتين شي جائزة برضو لكتاب الطفل بعدين ما أعرف إش حصل يعني المهم إنه هذه الجوائز حلو إنه الواحد يتابعها ويعرف إش الكتب اللي فازت ويحاولوا في المعارض منهم يجيبوها أنا ما بأقول عشان اللي فاز هو أحسن شي لا بس اللي فاز يكون من الأحسن تعدى معايير معينة إيه وتعدى معايير معين أنا بالنسبة لي أحب أجيب أو يعني أتعرف على الأقل على الشورت لست أو اللونغ لست بالنسبة لي لأنه ممكن في الشورت لست يكون كتب فنانة ما فازت لأسباب مختلفة ما عرفش هي بس حقيقي هي كده إذا قائمة تجيك يلا روح أشتري دي الكتب من العالم العربي كله يعني بالزات في هذه الجوائز الكبيرة يمكن الجوائز اللي في السعودية بس للسعوديين يعني لكن أنا بتكلم على جوائز في العالم العربي غير كده تخيل في العالم لما أنت تتابع جوائز معينة أو مثلا أدخل على أمازون بس قول يعني كتب الكتب اللي أخذ جوائز كتب الأطفال وتشوف مجموعة وكل بعد فترة يعني أنا بالنسبة لي أشوف مجموعة أشوف مثلا طريقة معالجة الفكرة كيف الرسم بيكون مختلف أشياء مرة جديدة ومختلفة يعني وفي العالم العربي حقيقي يعني لبنان رغم كل اللي بيصير فيها لكن فيها رسامين وفيها كتب أطفال فنانين لأنهم مو من أوائل البلدان اللي بدأوا أنا مرة أتحامل مع رسامين كترين من مصر فنانين يعني من جد جدا يعني رسمهم حلو وطريقة تعاملهم مع النص أصلا جميلة ومتفردة جدا فدى حين إحنا يعني بيجوني مثلا عدد من طالباتنا بقسم الجرافيك جو إنه إحنا ندربهم عندنا حتى أنا دربت من جوانة أميرة نورة دربت من عبدالعزيز في يعني بأدرب عدد من الطلاب يمكن ما يكون ما عندنا إحنا قسم أدب أطفال لكن الجرافيك واحدة من الأقسام اللي يعني كأنها اللي يبغي يتخصص بعد كده في الرسم أو إنتاج كتب الأطفال يعني الإنتاج والتصميم والرسم بيكون أساسا يعني إذا عن دراسة دارس جرافيك ففي يعني في توجهات أنا مرة أنصح الكتاب إنهم أو الناشرين يعني زملائي يعني إنهم يتوجهون لها الشيء الثاني إنه أتصاحب على اللي في نفس المجال ما بيكون في ذاك المنافسة الشرسة البايخة يعني ترى بيكون بالعكس في شيء من اللطاقة يعني بيننا حقيقي أنا أستنى معارض الكتب عشان أشوف أصحاب من العالم العربي كلهم وإننا بدأ نسوي جمعات ونتكلم في المشاكل اللي احنا فيها في العالم العربي وكيف نحل المشاكل طيب المطبع اللي عندي طيب انت فهم بطبع كده يعني فحلو المجتمع أصلاً لطيف يعني جميل ونفضل نحن على تواصل كلنا يعني أنا أعرف كتاب من كل العالم العربي من كل مكان ودأ يسأل عني عن المدري مين ودأت إبو اللي تعرف معلك من مين وفي هذا التواصل الجميل الحلو اللي يجمعنا فقط حبنا لكتاب الطفل سواء كنا كتاب أو ناشرين فهذه واحدة من الأشياء يعني اللي إبغى يتخل دانا المجال أقول له أخليك على تطلاع بالكتب اللي أخذ جوائز أو صادرة مصادرة حديثة يعني للملازم تنهجي يعني سواء عربياً أو عالمياً وأتواصل مع المجتمع هذا بطريقة أو بأخرى وشوف الجوائز وكل الإفنس اللي بتحصل في عالم كتب الأطفال سواء كان برضو محلياً أو عالمياً يعني أنا مثلاً تجربة معرض بولونيا لأنه فقط للأطفال كانت تجربة جداً يعني رحت مرتين أنا تجربة جميلة أصلاً يعني تعرف الثراء البصري كده أنت بتعبي عيونك بأشياء خلاص ترجع لازم أنا كنت أرجع جداً وأعمل كده أركز وأقعد كده أفلتر الأشياء يعني لأنه مرة كان كثير 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 الأشياء من جمالها ومن تنوعها ومن حلاوتها فليش إحنا ما نعرض نفسنا للأشياء زي كده يعني لازم نخرج للعالم ونشوف صراحة نروح معرض بلوني خلاص بعد فرانكفورت أنا رجعت كده بدفترين مليانة لكن بلونيا حمسنا نروح إذا ما شاءتهم الأطفال مرة رهيب يعني تشوف أرهب الرسامين أرهب الكتب بعدين كده في حاجة أنا سميته وهو ما عرف ما اسمه سميته حائط الرسامين فيعلقوا لك كده زي الجدران كل الرسامين في إيطاليا طبعاً واللي يجوا أغلب هم إيطاليين والأطالين فنانين في رسوماتهم ويكون ملصق رسوماته وحاطت كل المعلومات حقته فأنت كناشر أو ككاتب قصة مستقلة يعني تشوفهم وتأخذ أرقامهم عشان تكلمهم عشان تقول لهم أبغاكم ترسموا لي فهو نوع من أنواع الكمنيوكيشن بين الكاتب والناشر والرسام فجميل يعني فعالم عالم يغمرك تماماً في إيطال الأطفال يعني صراحة عالم لطيف المنافسة فيه لطيفة يعني منافسين كسير أصحابك شيء لطيف صراحة شوفوا مدائماً عشان لا أتاخذ أنه أنا يعني 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 هو فيه منافسة والمنافسة دائماً يعني أنا أحياناً أقول أنه عالم كتب الأطفال ليس بريئاً تماماً يعني لا تحسب أنه كتب براء زي الأطفال لا في النهاية هو شغل فالشغل ده ممكن يبكيك يعني من نوع المنافسة والأشياء العقبات اللي تشوفها وإنه لي عشاني أنا كاتب أطفال يعاملوني بضي الطريقة وليش يرموني في المعرض في آخر مكان عشان أنا بس كتاب طفل ليه يعني ما لي قدروا قيمة شوية يعني عشاني أنا بس كاتب طفل طبعاً غير الأشياء الأخرى ما في تسهيلات وما في مثلا مطابع تقدر تفهم أنت إشتبغى ولازم تطبع في مدرفين طب مرة مقلف طب الشحن والمشاكل حق تول يعني بقول لك هو عالم ليس مري أنت فلا تحزم عشان لا يدور وإنتي قلتي مو نفس المضمون اللي موجود فيها لا لا أبداً أبداً مو كده دكتور أروخ ميز أطيك ألف عافية شكراً لك شكراً لك لقاء لقاء لطيف وما أدري إذا إحنا قلنا كل المحاور إلا ما لتزمه يعني إن شاء الله أطيك العافية شكراً لك شكراً لكم فكرة وقلم وريشة وفنان وربما ورقة نسجت لأجل الطفل أدباً خاصاً يحوي قصصاً تشبهه جداً فلكل منها شعور فريد وأثر مختلف كتجربة لم يعيشها ولكنه قراءها وأبحر في عالمها ذلك هو عالم القصص العالم الذي أبحرنا فيه منذ البداية والذي لم ينتهي الحديث عنه ولن ينتهي كان معكم محمد باسلامة من بودكاست طفولة نراكم في حلقات قادمة